يعتبر الشهر الفضيل فرصة للتواصل بين الأهل والأقارب وزيارة الأرحام والتسامح أيضا فيما بينهم والذي يعتبر عبادة يتقرب بها الناس إلى الله تعالى يمكن هذا واحد من أجمل الأشياء اللي بنشهدها في شهر رمضان الفضيل ولكن فعلا عند إقبال هذا الشهر بتغير سلوكنا وبنتسم أيضا جميع الناس بسلوكيات محددة والسؤال في هذه المحطة لماذا يتغير سلوك الفرد في هذا الشهر الفضيل بجيبنا على هذه الأسئلة ونقاشنا اليوم رح يكون بصحبة الشيخ حسن مفارجة معنا من داخل الستوديو صباح الخير وكل عام وأنت بألف خير يا رب صباح النور كل عام وأنت بألف خير والمشاهد والسادة المشاهدين يعني بداية شيخ زي ما ذكرنا في البداية في هذا الشهر جميع الناس بتهيأ لأداء سلوك العبادة بطريقة مختلفة يعني سؤال أول لماذا في شهر رمضان يتغير سلوك الفرد جميل جدا يعني هذا السؤال جميل جدا لماذا نكون في حالة راحة قبل رمضان فإذا ما دخل اليوم الأول من رمضان الفاصل بين اليوم الأول وأول رمضان والآخر يوم في شعبان هي قد تكون ساعات ولكن هناك تغيير جوهري يحدث على نفسية الإنسان وعلى سلوكه وعلى دماغه في أول رمضان ترسل رسائل إيجابية كثيرة للدماغ أنت ستدخل إلى شهر فضيل هذا الشهر إيجابي بكل معاني إيجابي بالصلاة إيجابي بالصيام إيجابي بسلط الرحم إيجابي بالتعامل مع الناس بإيجابيتك في التعامل مع الناس ولذلك ترسل هذه الرسائل من الدماغ إلى كل أعضاء الجسم تتهيأ الآن بأن تكون هذه الأعضاء إيجابية مثلا ترسل رسالة الآن إلى المعدة ترسل رسالة إلى كل الجهاز الهضمي أنه سيصوم في هذا اليوم أنه سيصبر على الجوع وسيصبر على العطش لآخر النهار كذلك ترسل رسالة للمدخن تخيل المدخن لا يستطيع أن يتخلى عن التدخين في أيام العادية ولا يعني صعب جدا ولذلك في جامعة هارفرد عملوا دراسات عديدة على قضية التدخين فوجدوا أن من الصعب أن يتخلى عنها إن لم يملك الإرادة القوية حتى يتخلى ولذلك أحد علماء الطب يقول أعطني إرادة أعطك برنامج بسيط للإمتناع عن التدخين بكل بساطة ولكن نحتاج إلى إرادة لأن كل برامج الحث على تقليل التدخين ووقف التدخين معظمها لا ينجح كثيرا مع الناس الذين لا يملكون الإرادة في رمضان بدون برامج بدون أي إشكاليات نحن نقطع هذا التدخين ثلاثين يوما الآن ننتقل في واحد رمضان إلى برمجة إيجابية يتغير كل الجسد وهذا الكلام كمان نقول للناس أن آلية التغيير سهلة جدا ولكن تحتاج إلى إرادة وتحتاج إلى جو جماعي يقودنا إلى عملية التغيير إذن نحن لدينا إشارات إيجابية الآن من الدماغ إلى كل أعضاء الجسد الآن بدأنا حالة التغيير الإيجابي فكل أعضاء الجسد يستجيب الدماغ يستجيب لكل الجهاز العصبي لتحمل هذا الشهر وليكون الإنسان فيه إيجابيا يعني ما الذي يجعل الإنسان في الشارع الإنسان العادي إذا سابه أحد أو شاتمه في نهار رمضان يقول له النسان قبل رمضان نقول ما يقول النسان ما الذي جعله يقول النسان هذه البرمج الإيجابية والرسائل الإيجابية التي أرسلت إلى الجهاز العصبي بدأت تضبط نفسك أنت في رمضان لا يجوز لك أن تتصرف كباقي الأيام طبعا من خلال حديثك يعني يعتبر هذا الشهر هو مساحة وفترة لتغيير سلوكنا وهل بإمكاننا فعلا أنه يعني كل شخص اللي عادة يعني يعتبر شهر رمضان هو محطة يراجع فيها الشخص يعني أخطاء ربما ارتكبها أمور يجب أن يحسنها أيضا فهل فعلا استطاعتنا بهذا الشهر الاستغلال بهذا وتغيير سلوكنا الإيجابي؟ رائع جدا جميل جدا هذا السؤال هل نستطيع أن أغير؟ يعني هذا السؤال يسأله الكثير من الناس الأصل أن يكون الإنسان عنده إرادة ويدخل هذا الشهر بإيجابية أنني قادر على التغيير بعض الرسائل أختي الكريمة التي ترسل إلى النفس البشرية أحيانا هي التي تكون عائق من التغيير يعني أنا يمكن أن أستطيع أن أغير أنا سأحاول التغيير ولكن سنرسل الآن في رمضان رسائل إيجابية قوية جدا أنا قادر على التغيير بقوة أنا في هذا الرمضان سأترك التدخيل قطعا وأكيد الآن يجب أن تكون رسائلنا لذواتنا رسائل إيجابية أحد العلماء النفس يقول نحن نتاج تفكيرنا إذا تفكيرنا بقودنا إلى قضايا سلبية سننقاد إلى قضايا سلبية وإذا تفكيرنا سيقودنا إلى قضايا إيجابية سننقاد إلى قضايا إيجابية يعني لو أخذنا مثلا كيف نعدل هذا السلوك أنا مثلا عندي سلوك غير مرغوب فيه أنا في رمضان الماضي أو طيلة السنة كان تواصلي مع أرحامي ضعيف لأن كيف في رمضان أضع برنامجا ليكون تواصلي مع أرحامي قوي يعني أنا ردي أركز الآن في رمضان على سلوك واحد وهو سلوك سلط الرحم الآن علماء النفس يقولون ما نركز عليه يكبر وينتشر في دماغنا وبعض علماء التنمية البشرية يقولون ما نركز عليه نحصل عليه يعني إذا أنا ركزت على أن أحصل على سلط رحم فعالة سأحصل عليها إذا ركزت أن أكون أنا متواصل جيد وفعال مع أرحامي سأكون متواصل وجيد وفعال ولكن المسألة تحتاج ليس فقط يعني عملية كسر سريعة كان سلوك مبارح سيء اليوم أنا بدي سلوك يكون منه يعني طب أهمية هذا السلوك سلط الرحم في شهر لبنضان دعنا نتحدث بالبداية عن أهمية هذا السلوك ثم نتحدث كيف ممكن يتم تطبيقها جميل يعني سلط الرحم هي بداية العلماء بيقولوا من دعائم الصحة النفسية لأي إنسان أن يكون أولا يفهم ذاته فهما صحيحا ويتعامل معه بشكل صحيح اثنين يفهم الآخرين المحيطين به الأهل ويتعامل معهم بشكل صحيح ثلاث يفهم مجتمعه ويكون عنصر فعال فيه فالآن أهمية سلة الرحم أن تكوني بصحة نفسية عالية جيدة اليوم كل العالم ينفق أموال باهضة جدا على قضية الصحة النفسية الآن كيف نكون بصحة نفسية جيدة في نهار رمضان؟ إذا بدنا نكون بصحة نفسية جيدة يريد أن يكون هناك رضا من الناس المحيطين فينا رضا عننا هذا الرضا نجلبه أحيانا بالتواصل مع الأرحام إذن هي اجتماعيا مهمة جدا أن نكون مقبولين لدى المحيط الذي نعيش فيه مقبولين لدى مجتمعنا إذن سلة الأرحام قضية مهمة جدا 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 هي التي تبني هرم المجتمع القوي وإذا تفتت هذا السلوك وتعب سيكون هناك تفسخات في مجتمعاتنا سيكون هناك أزمة في المجتمعات وهذا ما نعاني منه أحيانا أن بعض الناس لسبب ما لأننا سلوكنا إنفعالي يكون فعل ورد فعل أحيانا لسلوك بسيط من أختي أو من بنت أخوي أو من خالتي أو من عمتي أو من كذا هذا السلوك البسيط قد أقاطح عشر سنوات لماذا؟ لماذا هذا الفعل رد الفعل؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جاءه بلال بلال كان جالس بجوار الصحابة رضوان الله عليه فقال أبو ظر رضي الله عنه قال قولا ويعني رأيا فما أعجب بلال فقال بلال رضي الله عنه يا أبا ظر رأيك جانب الصواب يعني لم يكن صائبا فغضب أبو ظر وكان شوي رجل انفعالي فقال حتى أنت يا ابن السوداء ما أعجبك رأيي فعيره بلون أمه تعرف هذه القضية في الإسلام حساسة جدا لأننا لا يجوز أن نفرق في اللون والجنس وكذا يعني إسلاميا فجاء بلال النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا حبيب الله عيرني أبو ظر بلون أمي فبعث النبي خلف أبي ظر فجاء أبو ظر فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ظر أعيرته بأمه؟ قال نعم يا رسول الله هذول الجماعة تربوا في مدرسة الصدق يعني لا يكذبون حتى وإن كان بدي يتعاقب فقال له نعم يا رسول الله قال له يا أبا ظر أنت مرئ فيك جاهلية ما زالت ألفاظ الجاهلية أو ألفاظ التي لا يقبلها الإسلام في فمك فحزن أبو ظر على نفسه وأراد أن يعتذر بطريقة راكي جدا بس تشوفي كيف كانت تعامل الصحابة لا يكون انفعالي مجرد أنا شفت سلوك سيء أرد عليه بسلوك سيء فخرج أبو ظر ووضع رأسه على الطراب قال فخرج بلال من عند النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أبو ظر نائما على الأرض فتعجب فقال أبو ظر يا بلال ضع رجلك على رأس أبي ظر تعجب سيدنا بلال ماذا تفعل يا أبو ظر أتنام على الأرض وبلال يضع رجله على رأس أبي ظر صاحب رسول الله فقال بلال قولته الجميلة جدا والرائعة وهاي منسوكها لإخواننا والأعزاء المشاهدين في الأسواق في الشوارع للسائقين لكل الناس الذين يعيشون بين الفعل ورد الفعل بسلوك انفعال بحث قال بلال يا أبو ظر إن بلال العبد الحبشي ابن السوداء الآن أقولها أنا باختياري ابن السوداء لا يضع رجله على رأس صاحب رسول الله فقال أبو ظر غلبتني مرتين يا بلال غلبتني الأولى أنك ما رديت علي وغلبتني الثانية أنك أنت كان سلوكك راقي حتى في أخذ حقك مني بطريقة راقي جدا وعفى بلال عن أبي ظر شوفي هذا السلوك الرائع جدا منين أجى؟ من أجى أمة ربط أن لا تكون أمة انفعالية ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكونوا إمعا إن أحسن الناس أحسنتم وإن أساء أسأتم ولكن وطنوا أنفسكم خلي لكم منهج خلي لكم جماعة منهجين إن أحسن الناس أحسنتم وإن أساء أحسنتم خاصة أنه دائما صلة الرحمة هي واجبة وقطعتها أيضا محرمة فبالتالي محرمة على الناس الآن في هذا الشهر الفضيل محرمة على الأخوة والأخوات أيضا هل هناك توصيات كيف تكون المبادرة أيضا في خلق هذه النوع من السلة والتراحم بين الناس؟ جميل جدا خلينا نبدأ الآن بتعديل سلوكنا أنا عندي مشكلة مع سلة الرحم أريد أن أعدل هذا السلوك كيف أفعل؟ أول حاجة لا بد أن أدرك بعقلي الواعي أني أنا عندي مشكلة إن لم أدرك بأن عندي مشكلة لا أستطيع حل أي شيء يعني مريض يذهب إلى الطبيب وكل أنا مش مريض وكل الله يساهل عليك أنا لا أستطيع أن أقدم لك شيء ولكن إذا قال له مريض بمرض فلاني وصف له المرض الآن يبدأ بالعلاج أول حاجة أنا بدي أدرك أني أنا قاطع رحم أنا بدي أدرك أني قاطع رحم فإذا أدرك فورا بدي أروح على القرار بدي أقرر أن لا أكون قاطع رحم بعد اليوم حتى قرارنا يكون ناجح جدا وقوي لا بد أن أدعمه بأسباب لماذا أريد أن أصل رحمي وبسلبيات لما أنا وصلت رحمي ماذا سيكون وضعي؟ بداية إيجابيات سلة الرحم أول حاجة نذكر بعض الإيجابيات لسلة الرحم النبي عليه الصلاة والسلام جعل سلة الرحم هي سلة لله تبارك وتعالى ولذلك جاء في الحديث الرحم معلقة بعرش الرحمن تقول اللهم أوصل من وصلني واقطع من قطعني تخيلي أن قاطع الرحم سيقطع عن سلة الله تبارك وتعالى بشكل كامل فهذا القاطع لن تدركه رحمات الله تبارك وتعالى انقطعت السلة بينه وبين الله تبارك وتعالى وهذه مسألة خطيرة جدا أن يقطع العبد السلة بينه وبين ربه تبارك وتعالى فعنده لا يستجاب دعاء كيف يقبل العمل كيف وكيف وكيف كل هذه الأسئلة إذا انقطعت السلة مع الله تبارك وتعالى كمان سلة الرحم سبب لدخول الجنة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله دلني على عمل يباعد بيني وبين النار ويدخلني الجنة بدي عمل يباعد بيني وبين النار ويدخلني الجنة فقال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم قال هاي الأعمال اللي بتدخلك على الجنة دكتوري على الجنة بتدك توصل رحمة يعني أنت ملزم بسلة الرحم وكذلك اعتبر الإسلام من كمال الإيمان أن يصل العبد رحمة ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمة تخيلي أنه من لم يصل وقطع رحمة إذن هو لا يؤمن بالله واليوم الآخر يعني حق الإيمان ولذلك الإمام الطحاوي قال عليه رحمة الله إن من جمال الإيمان أن ربط الإيمان بقضايا سلوكية من كان بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وقال الإيمان بدع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق يعني أنا أكيم إشي من الطريق كان يعيق حركة الناس هذا من معالم الإيمان ولذلك العلماء كانوا يقولوا دائما إذا ظهر الإيمان في مجتمع كانت مدنهم نظيفة جميلة تعبر عن حالة الإيمان التي يعني جاء بها الإسلام كذلك هي تنفيذا لوصية النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث أن رجلا قال أوصاني خليلي محمد عليه الصلاة والسلام أن أصل رحمي كي للنبي عليه الصلاة والسلام بوصي أن يصل العبد رحمه وكذلك الرحم تشهد لنا يوم القيامة تشهد لنا أو تشهد علينا يابتشهد إلنا بالخير يابتشهد علينا بالخير وكذلك الرحم سألت الله تبارك وتعالى عندما خلق الله الخلق وانتهى من خلق الخلق قالت الرحم هذا مقام العائد بك من القطيعة فقال لها الحق تبارك وتعالى أما ترضينا أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك اتخيل هذه القضية يعني إذا الرحم قالت هذا الرجل وصلني تشهد له بالخير وإذا قالت قطعني تشهد له بعدم الخير ولذلك سيتحمل وزره يوم القيامة من الجميل جدا أني عفرت على بعض الأحاديث أن من يريد زيادة الرزق وقلنا الآن بسعى لرزقه فعليه بسلة الرحمة النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أراد أن يبسط له في رزقه يعني يوسع الله عز وجل له في رزقه قال وينسى في أثره يعني طول عمره فليسر الرحمه يعني هذا كلام يعني بدعو الناس بتمنى أن تكون هذه دعوات كمان مستجابة من قبل الناس ومن قبل المشاهدين في هذا الشهر الفضيل للتراح وما بينهم أيضا أشكرك جزيدي الشكر الشيخ على وجودك معنا في هذا الصباح وهذا الكلام الجميل والقريب من القلب إن شاء الله يكون أقرب إلى سلوكنا أيضا شكرا لك وصباحك جميل إذن الشيخ حسن مفاجكا معنا في هذا اللقاء وننتقل الآن إلى فاصل إلى محطات منوعة